في عنوين نشرة الليلة الادعاء على ميشال جابريال المر بالسجن ورد المال العام هالقضية جوزت مرحلة التحقيقات إلى مرحلة إصدار الأحكام كتلة المستقبل تتمسك بفرنجية تبادرة الرئيس سعد الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية مستمرة بعد سعود أو جي صرخ حراثة كريتم حزب قلبي أنه وقفت بنتي عن الله انتخابات العردن الدولة والأخوان هذا اليوم يعد دليل ناصع سوريا قصف الهدنة معركة في حرب ما في شي أبوك يا عامي ما في شي لا أفعل نشرت فن الخبر لديمشق مروان محفوظ يخرج جدار الحرب وفي ترينز شألبة جسي وضيف البي بي سي تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل مساء الخير من وضع نفسه تحت القضاء فليمتثل الآن وهذا ادعاء من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالاسم على رئيس مجلس إدارة ستوديو فيجن السيد ميشال جابريال المر بمواد تفرض عليه دفع مجناه بطريقة غير شرعية من أموال الدولة وتعرضه للسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات من قرأ في مضمون الادعاء يكتشف قرارا كاد يكون وساما للمر لأن القاضي إبراهيم ادعى بمواد على صورة مخالفات ضبط السير ولا تقارب الجرم الفاضح وبالاستخدام المشهود للإنترنت غير الشرعي ومن الهدايا للمر أن المدعي العام المالي أحال الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في المتن عارين الدولة المرة وأقفل بالتالي الباب أمام التوسع في التحقيق فيما لو كانت القضية أحيلت إلى محقق عدلي قد يضيف مواد جرمية جديدة لكن ومع ذلك فقد جرى الادعاء وأصبح ميشيل المر متهما بصورة رسمية فلا الأعلام تجنى ولا المصادر سربت تلك حقيقة غير قابلة للطعم أما المسايرات السياسية المعطوفة على المواد القانونية فهذا شأن سوف يخضع للملاحقة وكما بدأت الجديد كشف أول خيوط التخابر غير الشرعي وعرت ستوديو فيجن من اتصالاته وحجم الأموال المهدورة من الدولة وتبلغ 90 مليار ليرة فأنها سوف تلاحق مرحلة ما بعد الادعاء لنؤكد للرأي العام أننا كنا نتعقب قضية وطنية وهدرا لمال الناس وتجسسا وسرقة وتحايلا واعتداء على موظفي الدولة واستخداما لميليشيا سلاح الأعلام وإذا كان في الدولة أزعر اسمه عبد المنعم يوسف فهناك أيضا ما يعادله أو من تفوق عليه زعرنة هناك إمبراطورية الزعرور القابضة على الأمر الواقع وسرقات ستوديو فيجن التي ستتحول اليوم إلى ستوديو سجن إذا رحمه القضاء المتني وسو له السجن بالغرامة فأن عليه أن يدفع إلى خزينة الدولة 90 مليار ليرة معطوفة على الغرامات والضرائب هذا ما يواجهه ميشال جابريال المر اليوم أما الاختباء خلف محاربته فساد عبد المنعم يوسف فلي يخفف عنه الأحكام وليذهب الإثنان إلى حيث يجب أن يكونا والعدالة تقول إن ما يليق بهما هو سجن واحد وكفت دعاء واستخدام شاشات وأقصى ما يمكن أن يستخدمه ميشال المر هو الضغط عبر القضاء ليتيح له إدخال شاشة صغيرة معه خلف القطبان فهو أصبح رجلا يحمل وصمة الاتهام وهذا الإنجاز ما كان ليتم لو لا المتابعة الدؤوبة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي يدير شؤونها نائب فاضل وقف في وجه الرياح السياسية ولم تغره الأضواء المرة كحال معظم السياسيين الراغبين في الظهور على شاشة آل المر واللجنة التي وعدت بتدحرج الرؤوس الكبيرة بدأت تقطف الحصاد مع فرق أن الرؤوس لم تكن إلا كتلة محشوة بالفراغ وحب الاستلاء على مقدرات السلطة وسرقة المال العام ليلا ونهارا جزء من حقيقة الإنترنت غير الشرعي بانت مع علمه اليوم لكن الرأي العام في انتظار استكمال الأجزاء الأخرى المتعلقة بالتجسس والتعامل مع إسرائيل إذن لجنة الاتصالات النيابية تضع ملفين الانترنت والتخابر غير الشرعي على المسار الصحيح والدعاءات المباشرة على المشتبه فيهم أما الوزير بطرس حرب فلن تلفلف الملفات ولن أغطي أحدا أو أحمي أحدا وعدت لجنة الاتصالات بملاحقة ملفين الانترنت والتخابر غير الشرعيين ووفت فتبلغت من النيابة العامة المالية بوجود الادعاءات على بعض المشتبه فيهم والادعاء على المتورطين أمام القضاء المختص وبحسب المعلومات فقد ثبت تورط مالك شركة ستيديو فيزيون ميشيل جابريال المر في ملف التخابر الدولي غير الشرعي وادعى المدعي العام المالي علي إبراهيم عليه بالاسم بمواد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات مع استرداد ما هدر من مال عام يقدر بتسعين مليار ليرة وعليه جرى تحويله إلى القاضي المنفرد الجزائي في المتن لإصدار الحكم النهائي المدعي العام أبلغنا بأنه ادعى على أصحاب شركة ستيديو فيزيون وحولها إلى القاضي الجزائي في المتن ليصدر الحكم وبالتالي هالقضية جوزت مرحلة التحقيقات إلى مرحلة إصدار الأحكام وهو معتبر أنه بالتحقيقات التي أجراها أنه ثابت لديه بهذا الملف وجود تخابر دولي غير شرعي ووجود أموال ضاعت على الدولة اللبنانية هيئة القضايا مدعية بمبلغ تسعين مليار ليرة لبنانية نحن من الأول بدي أجع أكد إلنا نحن مهمتنا أنه نقول للقضاء قوم بدورك هلالقاضي هو اللي بيقرر بهذا الموضوع أكيد نحن كلجنة ما بنوجه اتهامات مسبقة لأحد ولا وظيفتنا نقوم بهذا الدور نحن من أول يوم قلنا أنه بدنا نبعد هذا الملف عن التسييس بالبلد بدنا نبعده عن الضغوط السياسي وعن محاولات الاستثمار السياسي فيه الملف اللي يقوله علاءة بالإنترنت غير الشرعي طبعا في قضية التجسس الإسرائيلي في قضية استجرار الإنترنت في قضية إدخال المعدات تركيب المعدات هذا الموضوع بعده قيدة تحقيق من يستطيع سجن ميشيل المر؟ سؤال تحول إلى استجال على طاولة لجنة الاتصالات فكان للوزير بطرس حرب هم أوحد وهو استرجاع مال الدولة معلنا أنه غير معني بأي تسوية سياسية أما قضية مدير هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف في ملف بيع إيوان أي بيع الإنترنت من شركات خاصة إلى شركات خلوي مملكة من الدولة بأسعار أغلى مما تبيعه الدولة اللبنانية فلا زالت خاضعة لوزير الاتصالات وطلب القضاء منه الإذن لملاحقة يوسف الذي كان في البرلمان مشاركا في لجنة المعلوماتية لا الاتصالات موقفي المبدأي وأنني لن أغطي أحد ولن أقبل أن يتم لفلة في أي قضية في أيامي بيجيني الطلب بيطلع عليه في ضوء ما أطلع عليه ومضمونه بيخذ الموقف لأنا ضميري بإذنه جيني الطلب مبارح بآخر الدوام الساعة 2 واليوم يفترض وبعت اليوم جواب أنه أنا بعتولي لمحة عن التحيات تحدد موقفي وهذا أصول طبيعية هذه الجلسة كانت مثيرة وهذا العمل المشترك اللي احنا عملناه مع لجنة الاتصالات بالتعاون مع بعضنا وصلنا لبشائر بتأكد على أن هذه الملفات لن تلفلف وهناك من يتابع هذه الملفات لم تحدد الجلسة موعدا آخر في انتظار المدعي العام التمييزي القاضي سامير حمود أما الملف فوضع في إطاره القانوني الصحيح وبدأت رؤوس المتورطين فيه تتدحرج لكن تبقى العبر في خواتيمها رواند أبو خزام قناة الجديد أثبتت التحقيقات في قضية التخابر غير الشرعي أن شركة ستوديو فيجن تقرسن المخابرات الدولية منذ مطلع عام 2013 وحتى تاريخه عبر خط رقمي تم تسجيله عام 2012 باسم الشركة يضم رزمة متسلسلة من 100 خط تعمل على استقبال مكالمات دولية بوسائل غير شرعية ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى نحو 400 ألف مشترك لبناني أي ما يعادل 45% من إجمال عدد المشتركين في الشبكة الثابتة اليوم أنيابة العامة المالية قالت كلمتها ودعت على رئيس مجلس إدارة ستوديو فيجن وم تي في ميشيل المر رامز القادي والتفاصيل صار دوري هالمرة أن نقول للوزير انطور انت القضاء ما يجبر ميشيل المر على الفرح بقرار ادعاء المدعي العام المالي عليه هو الأمر الذي كان في انتظاره لو أن القضية سلكت الطريقة القانونية المثلة لكن ما كان مرجخا وقع وإن بمخرج قانوني يدين المر ويغرمه مع إمكانية السجن حيث أصدر المدعي العام المالي قراره بالإدعاء على ميشيل جابريال المر في قضية الانترنت غير الشرعية وفقا لمواد تجعل من جرمه جنحة تتراوح عقوبتها بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات مع دفع طاوضات مالية كما تم الإدعاء عليه بموجب المادة الثاني من الانون 623 على 97 هذا الانون الذي يرعى أو يلاحق الجرائم التي ترتكب فيما يتعلق بسرقة خطوط الهاتف والمياه والكهرباء هذه المادة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات يعني هي محددة العقوبة فيها من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات حبس طبعا كما تم الإدعاء عليه بموجب المادة 770 من قانون العقوبات اللبنانية التي تصل عقوبتها إلى ثلاثة شهر حبس تم إحالة الملف طبعا بعد الإدعاء عليه تم إحالة الملف أمام القاضي المنفر الجزائي في المتن وتجري المحاكمة أمام القاضي المنفر الجزائي في المتن حسب محل الإقانة المدة عليه أو مكان ارتكاب الجرم تقول مصادر قانونية للجديد أن القرار هو بمثابة خدمة للمر لأن القضية أحيلت إلى القاضي الجزائي المنفرد في المتن وليس إلى قاضي التحقيق الذي كان بإمكانه التوسع في التحقيقات ما يعني أن القاضي ملزم التقيد ضمن إطار التحقيقات التي أجريت وبالتالي حسر العقوبة ضمن المواد التي ادعت النيابة العامة المالية فيها عليه إضافة إلى الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات هناك غرامات وغرامات مضاعفة جدا يعني المرسوم الاشتراع 156 يفرض غرامات تصل إلى العشرين ضعف القضية خرجت إذن من طور التحقيق إلى المحاكمة وسيمثل المر متهما لا شاهدا في القضية الجلسة الخامسة والأربعون لانتخاب الرئيس تسير على خطى سابقاتها لا عون ولا فرنجية ولا أي رئيس في الأفق على مسافة أيام من موعد جلسة انتخاب رئيس في الثامن والعشرين من أيلول تبدو الأمور على حالها وسط غياب أي مؤشرات توحي بإمكانية حصول معجزة ما في الملف الرئاسي على رغم من التطمنات التي تنشط حول ليونة حررية لمصلحة الجنرال أنا بقناعتي حتكون مثل جلسات سابقة لأنه واضح أنه ما زال هناك قرار عند حزب الله بمقاطعة الجلسة إذا ما بيقدر يفرط تعيين ميشيل عون رئيس الجمهورية وبالتالي أصبح ميشيل عون وكأن وصوله رمز إلى سيطرة حزب الله على الدولة هل صحيح أن الرئيس الحريري أبلغكم ككتلة المستقبل أنه بـ 28 ما رح يكون في انتخاب لا لعون ولا لفرنجية؟ لا ما أبلغنا بأي شيء نحن عملنا إيش المواضيع نحن بالنسبة لألا مرشحنا وسلمين فرنجية نحن لن ننتخب ميشيل عون فتفت الذي اتهم بتجميد علاقته بتيار المستقبل بعد مشاركته في مهرجانات طرابلس إلى جانب ريفي ينفي ما يحكى عن تلويح السنيورة بالانشقاق إذا ما سار الحريري بعون من دون موافقة السعودية هذا اليوم اللي عم نسمع والأخبار هذه كلها أمور مغرضة والحقيقة حملات إعلامية تشويهية وأنا طلعت بيان تاكسي لو أعرفي صديق الشخصي وأنا قلت لللو أعرفي أنه أخطأ بكتير مواقف وأنا مش موافقة على طريقته بالتعاطي السياسي بالمرحلة الحالية إضافة إلى أنه هذا مهرجان لطرابلس ويجبنا أنه نجح مهرجان لطرابلس فبالتالي اللي عم يحاول يعطيه بعد أكبر من هيك هو مختلف ووسط الجمود الرئاسي يتمسك الرئيس بري بالسلة حلا وإن كان يتهم باستبعاد عون الموضوع ما هو موضوع رفض للعماد عون موضوع أبعد من ذلك موضوع مصلحة لبنان وين المصلحة اليوم بالظرف بس صحيح أنه الرئيس بري منحاز لفرنجية أكثر من العماد عون يعني هذا موضوع خاص بالتأكيد الموضوع موضوع نسبي عندما يكون هناك مقاربة أو مقارنة هذا الأمر منوخفي على أحد لكن هذا لا يمنع عندما نصل لهذا التفاهم الوطني نتفق طيب إذا الرئيس الحريري يمشي بالعماد عون رئيس بري شو بيكون موقفه بيمشي بعون ولا بيضله متماسك بفرنجية يعني بأعتقد بلحظتنا عندما يحصل هكذا توافق أو تفاهم أو إكرار نحن نتخذ الموقف اللي بيمليه علينا ضميرنا ويجبنا الوطني وينقل متابعون أن بري نصح التيار بتأجيل تصعيده لكون أسلوب اللجوء إلى الشارع خطرا ويراه أولا أن تعليق الحوار الوطني أضر بترشيح عون إن لم يكن قد استبعده إلى الأبد دارين دعبوس قناة الجديد يكاد لا يمر قرار لوزير التربية ليسب صعب من دون أن يؤثر جدلا واسعا بين مؤيد ومنتقد وأبرز تلك المواقف الكثيرة قرارة التعطيل المستمرة بسبب الأحوال الجوية الاتجاه إلى إلغاء شهادة البروفي منح إفادات بدلا عن شهادات رسمية في خلال عام 2014 وآخرها تأجيل بدء الدروس في المدارس الرسمية فماذا في التفاصيل هذه المرة؟ هو اليوم الذي ينتظره كثير من الأهالي يوم دخول أبنائهم المدرسة إلا أن وزير التربية ليسب صعب نغص عليهم فرحتهم حينما قرر فجأة تأجيل بدء العام الدراسي أسبوع آخر قرار الوزير أعلنه في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها لانطلاقة سليمة للعام الدراسي ولتوزيع الأساتذة الناجحين الجدد وفق معايير موضوعية يؤجل بدء الدروس في المدارس والثانويات الرسمية حتى السادس والعشرين من أيلول لا بيزعلوا لأنه لازم يبلشوا بالمدرسة لوليل حالوا عنه تفرسوا 3 شهر لازم يبلشوا كل ما بلشوا بكير كل ما أحلى تحصبوا لما تحصبوا بدون يدفعوا ذات المبلغ كل سنة هيك بيأجلونا إياه حتى المنهج ما بيخلصوا الطلاب نحن نبسط لما بيكون الطالب عم يدرس مزبوط وعم ينجح عم يخلص منهجه وإذا كان لكثير من الأهالي رأي معارض للتأجيل فللطلاب رأي آخر سواء عبر تويتر أو من على شاطئ البحر على البحر متسلين أجلون شو نعمل مع نصاجهم على زيادة منتسل فيها ساءتنا فيك حجم كبير يا محبوب الجماهير قد ما يخيره هالحكومي ما منقبل غيرك وزير ماهالي الوزير إلك منك التقدير صرنا الرئي بالتأسكر ملك الهمتك يا كبير خلي بوك رافلي سير بالاهل واي يبكير عاما بعد آخر وموسما دراسيا بعد موسم ما زال أبو صعب متصدرا لقب محبوب التلاميذ إلا أنه بالنسبة إلى الأهالي وزيرا لقنهم أصعب درس نعيم برجاوي قناة الجديد بعد عشرة أشهر محمود ما زال يعاني طرده التعسفي من قصر قريتم محمود قرر رفع الصوت في هذا التقرير للزميلة رشال كرم سبعة عشر عاما من حياة محمود ابن ثلاثة والخمسين عاما في قصر قريتم لم تكن كافية لحمايته من غدر الطرد والتعويض عليه ستة أشهر فقط لغير بعدما كان من صرف عن العمل سابقا قد حصل أربعة وعشرين شهرا إضافة إلى شهر عن كل سنة عمل فيما آخرون استحصلوا على إثناء عشر شهران غير أن محمود وزملائه كرمى لعيشة كريمة وتحصيل حقوقهم حاولوا الضغط فكتبت رسالة للستنازك الحريرة بعتلت له هي على باريس من خلال مكتبة ببيروت وشرحت له فيه ظروفي أنه أنا من ثلاثة سنين صار عندي كانسر بالغضة الدرقية واستقسلتها وعملت علاج نووي وصار عندي ضغط وكولستيرول وعم بياخد أدوية وكذا فأنا عندي ظروف خاصة وعندي أخذ قرد من مصرف الإسكان عليّ خمسة وسبعين ألف دولار لمصرف الإسكان رجعت المكتب قالوا لي أنه الرسالة راحت عند ابنة عدي الشيخ بس الكلام بعد فترة عرفت أنه منبهين على السنترال بباريس ما تمرء ولا فاكس للسد وكأنه نعملين عليها حصار حتى ما تعرف شو عم بصير وتعرف الحقيقة صرخة محمود تساوي حجم آلامه يدخل منزله وهو لا يعرف متى سترخمه ديونه على الخروج منه إلى الأبد كيف عم تعيش؟ دان دان قدمت على كذا وظيفة وما مش الحال عم عيش بالدان لأنه مضطار إذا ما بدفع لمصرف الإسكان مصرف الإسكان بعد خمسة عشر يوم بيوجه لي إنزار وبزيتني برا وبياخد البات ما هي الحقيقة فعم بيختصر مصاريف قد ما بقدر لا لأنه عم بتدين واللي عم بتدينك اليوم بكرة ما حي دينك وأنا عم بتدين على أساس لما بيقى البات بسكرهم أنا لحظت أنه صور رئيس بعدهم موجودين عندهم الميت هيدا وفا هيدا وفا لرفيق الحريري مس لأنه رفيق الحريري أعظم من سن بالدنيه بحس بقلبي أنه وقفت بنتي عن عن الجامعة عن الجامعة اه او 17 سنة من حياتك لا قصة لا يمكن لا يمكن لهم ما أشتريا فيه أولا شيء ما أعرف ما أعرف في اللي أنا هلأ مثلا بتطلع أنا لا عندي ضمان لا عندي تأمين عم بضطر إنه أحيانا مرة أشتري الدواء ومرة ماشتريه محمود ليس الوحيد الذي يعيش حياة مديونة للقدر والألم والضغط النفسي إلا أنه الوحيد الذي تجرأ ورفع الصوت في وجه إمبراطورية آل الحريري وتحديدا نازك سيدة قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري فرفع الصوت أضمن من خفته إلى حد الموت رشال كرم قناة الجديد مع استمرار غياب التشريع وارتفاع نسبة الإنفاق العام منذ عام 2005 وهي السنة الأخيرة التي شهدت إقرارا للموازنة تواجه الخزينة في السنة المقبلة استحقاقات كبيرة تبلغ أربعة مليارات وسبعمائة وستين مليون دولار وأولها يتمثل في توفير رواتب القطاع العام المهددة بالتوقف في كانون الأول المقبل والحل عند مجلسي الوزراء والنواب المعطلين أكثر من مئتين وخمسة وستين ألف موظف بين أستاذ ومدني وعسكري يمثلون القطاع العام ويشكلون عشرين في المئة تقريبا من القوى العاملة ويصل حجم رواتبهم إلى نحو مئتين وتسعين مليار ليرة شهريا واليوم باتت مستحقاتهم على المحك وقد تتوقف في كانون الأول المقبل بسبب عدم عقاد مجلس الوزراء وسقوط القاعدة الاثنى عشرية وعدم عقاد مجلس النواب لإقرار الموازنة أو رفع سقف الاستدانة على أقل تعديل وأستاذ بابية المواقف يؤكد وزير العمل سجعا قزي أن لا خوف على موظفي الدولة أنا مني خايف من عدم دفع أجور الموظفين في القطاع العام الحكومة مدعوة إلى إعادة اجتماعاتها لأنه دفع المستحقات وهي متوافرة في الخزينة يتطلب قرار من مجلس وزراء بنقل الاعتمادات من بند إلى بند فمن هنا كل من يعطل اجتماع مجلس الوزراء هو المسؤول عن عدم دفع أجور الموظفين اللبنانيين بالقطاع العام جرعة التفاؤل التي ضخها قزي يقابلها تصعيد حيال شرعية جلسة مجلس النواب التي تقول المعلومات أن الرئيس نبيه بري سيدعو إلى عقدها في تشرين الأول المقبل تحت شعار النصاب بمن حضر وهي تماثل جلسة تشريع الضرورة الشهيرة والهدف الشأن المالي المجلس النيابي بغياب رئيس الجمهورية يتحول إلى هيئة ناخبة ولا يعود هيئة تشريعية ومهمته فقط انتخاب رئيس جمهورية طبعا المشرع لمن وضعها المادة هذه ما ظن أنه فيه رح يجي يوم بلبنان ويكون فيه بعض القيادات يلي بتراهن وبتغامر برئاسة الجمهورية لمدة سنتين ونص لها السبب يمكن مع طول هالمادة يجب إعادة النظر بهالمادة لم يعد باستطاعة وزارة المال فتح مزيد من الاعتمادات وبات الأمر يتطلب جلسة نيابية لا إجماعا عليها لغاية اليوم ما يفتح الباب واسعا أمام سلسلة تساؤلات حول مصير رواتب القطاع العام على الرغم من الأحاديث عن فشل الهدنة في سوريا إلا أنها لم تموت والأمل بها لا يزال قائما أسفر هجوم غربية حلب على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة عن سقوط نحو عشرين مدنيا ما دفع الصليب الأحمر الدولي في جناب إلى أعلان تعليق إصال المساعدات إلى سوريا كما علقت الأمم المتحدة بدورها كل شحنات المساعدات إلى الأراضي السورية حتى أن التسوية التي لاحت في الأفق في حي الوعر في حمص تلاشت فجأة بعدما رفضت الأمم المتحدة الانخراط في تنفيذها لإخراج المسلحين وإعادة بسط سلطة الدولة وفي حين نفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون القوات الجوية الروسية والسورية قد شاركت في قصف بري أو جوي قيل أنه استهدف حفلة المساعدات مؤكدة أن حريقا شب فيها وأن مكانها كان معروفا فقط للمتشددين أشار مسؤول الروسي إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة العمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وفيما تساءل وزير خارجية ألمانيا إن كانت العودة إلى الهدنة ميؤوسا منها قال وزير الخارجية الأمريكي جون كاري في اجتماعه بنظيره الروسي سرغيل أفروف ووزراء مجموعة دعم سوريا إن اتفاق التهدئة لم يمت بعد وأن الوزراء سيجتمعون مرة أخرى الجمعة القادمة من أجل اتخاذ خطوات محددة مؤكدا استعداده لإجراء حديث مع الجانب الروسي أما وزير الخارجية الفرنسي فأكد وجوب بذل الجهود لمساعدة واشنطن وموسكو في التغلب على خلافاتهما وإعادة الأمل بالهدنة فيما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إن الأمل ما زال حيا في الهدنة لكنه اعترف بأن المندبين الذين حضروا اجتماع مجموعة دعم سوريا اتفقوا على أنها في خطر مع الإشارة إلى أن الجيش السوري كان قد أحبط محاولات تسلل لمسلحي داعش في محيط الكلية الجوية في ريف حلب الشرقي وأوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم فيما تولت جبهة النصرة محاولة الهجوم في محاول جنوب غربي حلب النائب سارج تور ساركيسيان يكشف عن عقد الإعارة في مطار بيروت بعدما كشفه الجديد منذ أشهر ويفضح تعميم تتعلق بالطائرات الخاصة تعليقا على قرارات المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحرير الدولي عقد عضو قتلة المستقبل سيرج تور ساركيسيان مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب تحدث فيه عن بعض المخالفات ومنها عقد الإعارة بين إدارة المطار وشركة الحمرغروب الذي كانت الجديد قد كشفته من خلال تقرير عرض في شهر نيسان من العام الجاري ما في عقد إعارة في مناقصات تجرى وعقد نفقات هذا عبء وهو بمثابة عقد هبا مشروطة على عاطق الدول اللبناني يلقي عليها أعباء ولا تسترد هذه الأعباء لأنه رح تكون ملزمة بعد مهرة السنة أكيد مش رح تجي تفكك هالمعدات رح تضطر أنها تلزم بهذا العقد مدير عام الطيران مع شركة خاصة بيمضى أكيد في أمضى الوزير أكيد المختص والإعارة شو معناتها شي مهضوم يعني بيطبع القانون الخاص قانون المجيبات والعقود شي فعلا شي مؤسف لأنه هذا مال عام بالنهاية ويجب أن يخطع للأجهزة الرقبية الموجودة دي محيصة في مجلس شورة للأسف يعني عقد عم بيقطع عسكري بس لا فيما بعد خط عسكري لا فيما بعد ترسي المناقصة معها الشركة عدى ذلك كشف تور ساركيسيان تعميم الحذر الصدري عن المديرية العامة للطيران المدنية المتعلقة بالطائرات الخاصة بيطلع تعميم كتير حلو رقمه كما هذا رأعطيكم المستند تعميم كتير حلو بيمنع الطيران الخاص يجي على لبنان هذا التعميم مع السياحة شغلة فعلا حلوة وبتساعد على أنه تطور السياحي بالبلد ممنع الطيران الخاص يعني برايفت جيتس إذا اللبنانية موجودين مثلا بإنجلترا موجودين بفرنسا بدو يجي يعملوا مشوارة على لبنان ممنوع ليش؟ لأنه أعطى الحصرية لشركتين واحدة بيملك الحوت وتاني بيملك الصفادي الجديد تواصلت مع المدير العام للطيران المدني للتعليق على ما ورد في مؤتمر تور ساركيسيان وكان الرد بأن تعميما معدلا قد صدر عطفا على التعميم الأول لكن التور ساركيسيان رد باتصال عبر الجديد على رد المديرية العامة للطيران المدني أول تعميم هو منع كلي شايفوا حالهم هيك عم بيعملوا مثل جو الأمني محولوا التعميم عملوا شوي جو إداري وجو لطيف أكتر المطلوب يشيلوا البند الأول بدو يشيلوا البند الأول ويعمل تعميم أنه شيل البند هيدا فيحرر كلياً هالقطاع هيدا وقال لنفس المعنى لكن بأسلوب لطيف أكتر بين الرد والرد على الرد يبقى قطاع الطيران في لبنان ضحية تجاذبات سوء الإدارة داخل مطار رافيق الحرير الدولي بعد الأعلان الآضي راضي إحياء أرنيت شهوان ومخالفات زعيتر طالت السماء جديد مخالفات الوزير غازي زعيتر مخالفة قوانين مجلس الخدمة المدنية هذا المستند يتضمن قرار لوزير الأشغال العام والنقل غازي زعيتر يقضي بتكليف دانيال الهيبي والقاد سليمان عيد المشاركة في اجتماعات المنظمة العالمية للطيران المدني عام 2015 اللفت هذا العام أن الوزير زعيتر أصدر قراراً قضى بتكليف سبعة أشخاص المشاركة في الدورة التاسعة والثلاثين التي تقضها منظمة الطيران المدني الدولية في التاسع والعشرين من الجاري الأمر مستهجاً هو إرسال هذا العدد من الأشخاص على حساب الدولة لحضور المؤتمر علماً أن منهم من ليس له سلة بالموضوع إلا أن رد المديرية العامة للطيران المدني على الموضوع هو أن الاجتماع هذه المرة للجمعية العمومية ويستدعي هذا العدد من المشاركين ولكن المخالفة الفاضحة التي يرتكبها الوزير زعيتر في هذا القرار تكليفه رئيس المطار فادي الحسن القيام بمهمات المدير العام إذ إن الحسن موظف متعاقد مع الإدارة وبحسب مصدر مطلع في مجلس الخدمة المدنية فأن قرارات التكليف مخالفة للقانون بالأصل فكيف إذا كان الموظف متعاقداً؟ بهذا القرار يستمر الوزير زعيتر مخالفاته فبعد تجاهله قرارات مجلس شورى الدولة يتجاهل اليوم قوانين مجلس الخدمة المدنية الوظائف في لبنان جيدة إلى جيدة جداً والموظفون راضون بينما احتل لبنان المراتب الأول في الفساد السياسي والبيئي وغيرها يحتل اليوم مرتبة إيجابية فبحسب استطلاع أجرته شركة وغالوب عن الرضا الوظيفي في 131 بلداً حل لبنان في المرتبة الثامنة والخمسين عالمياً والسابعة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا فنسبة 30% من المستطلعين في لبنان يعتقدون أن لديهم موظيفة جيدة أو جيدة جداً ثلاث معايير أول معايير هو المعايير المادي إلى أي مدى هالوظيفة تكفي حاجاتها العيلة يعني واحد فيه يكون كيف مبسوطه بوظيفته مرتاح بس ما دخوله مش عم بكفيه وهذا الشيء باللبنان موجود جداً جداً لأنه فيه كمان ما نقرأنا منصلة الفقر في لبنان ما ننسيها المعايير الثاني هو المعايير المعنوي إديش وهو محترم إديش ما فيه اضطهاد عليه إديش ما فيه سوق معاملة معه من بعد الثالث هو بعد المستقبلي إلى أي مدى هالوظيفة الأنفية رح تفتح لي أفاق مستقبلي بالشغل اللي أنا فيه هي كوظيفة أو شي عندها مجالية ترقي المؤسسة الأنفية عندها مجالية ترقي أو لا والوطن الأنفي عنده مجالية ترقي أو لا إلا أنه في جولة سريعة في الشارع لم نتلمس هذا الرضا لدى الموظفين ولعدم الانسجام التام بين الدراسة والشارع تفسير واضح وقد يكون هالرضا ناتج عن ارتفاع البطالة في لبنان يعني واحد لو أشوف حالة البطالة الموجودة يسير بده السطرة شو ما عطوه وظيفة بيأخذ بيقبال فيها بأنه مبعدت التطلعات إلى الأمام 30% أول شيء بالنسبة إلى رأة متدني كان لبنانية ولا عالميا إذا ما فيه 70 و 80% بيكون الاقتصاد بحالة سيئة أو بيكون الانتاجية والإبداع بحالة سيئة الطريق السليم لرفع هذه النسبة فهو من دون شك التوجيه المهني فيه مشكلة بالتوجه المهني في لبنان لأنه فيه مهن إلى بريستيج ما قالت في طلب يروحوا عليها الناس بالسليقة فيه مهن مطلوبة بس ما عندها الفخامة المطلوبة للناس فيه ضرورة تكون بين غرف التجارة والصناعة وزارة العمل وزارة التربية واتحاد الجامعات في لبنان كون في نوع من الكونسورتيوم يعملوا توجيه تقولوا بعد مش بعد سنة وسنتين بعد خمسة وعش سنين شو المهن المطلوبة للمستقبل توجيه الناس لألة ومن ثم مع قليل من التوجيه وكثير من التحفيز والتقدير لابد من أن يعود سوق العمل اللبناني إلى السكة الصحيحة لايال سعد قناة الجديد زارة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند صباح اليوم بتوقيت نيويورك في مقر إقامته في فندق لانجهام في حضور السفير نواف سلام وجرى عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة وكان الرئيس سلام قد التقى مساء أمس في مقر الأمم المتحدة الممثل العليا للإتحاد الأوروبي فدريكا موغريني ومستشار النمسا كريسيان كارن ثم التقى وفدا من تاسك فورس فور لبنون في مقر البعثة اللبنانية كما لبى دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى مأدبة العشاء صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير استقبل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في مكتبه في الوزارة وفدا ألمانيا للبحث في وضع النازحين إلى الأراضي اللبنانية وقد أكد درباس أمام الوفد بذل الجمهورية اللبنانية ما في وسعها تجاه اللاجئين الذين يفوقوا عددهم العدد المسجل في اللوائح الرسمية أن العدد الرسمي المسجل الآن قد بلغ حوالي مليون ومئة ألف لاجئ لدى ديوني السعار ولكن العدد الحقيقي للاجئين السوريين يبلغ مليون ونصف المليون فيما هناك حوالي نصف مليون من الفلسطينيين وجنسيات أخرى أظن أن هذه الحالة غير مسبوقة في التاريخ وفي العالم وفي كل مرة كنا دائما نأمل أن تنتهي هذه الحرب ليعود الإخوة السوريون في حادث مؤثف قد الشاب واستيم علي طبيجة البالغ أربعة وثلاثين عاما في بلدة كفرتبنيت النبطي في خلال إصلاحه إطار شاحنة كان يعمل عليها عندما انفجر الإطار وتسبب بمقتله على الفور وقد حضرت إلى المكان عناصر من الأدلة الجنائية في عكار عمد مجهولون وبشكل منتظم على رمي كميات كبيرة من النفايات تحت الجسور وفي الأودية وقرب مجار الأنهر ومصادر المياه إضافة إلى رميها على الأوتوستراد الذي يربط العبودية بمنجز وقد حذر بيئيون من مغبة الاستمرار في الرمي العشوائي للنفايات ملوحين بالعودة إلى الشارع في حال عدم ردع الفاعلين ناقصنا إمكانيات ونحن كونا بلدية مستحدثة لعننا شرطة بلدية ولا في أموال ولا عنا عم نقدر نقوم بما يتطلب منه الواجب صحيح يعني أنا بطلب المحافظ بطلب المسؤولين يعني يتطلع علينا بشوي بمسؤولية لأننا نحن ضيع حدودية وصراحة فيه إهمال كتير فنتمنى هذا الأمر يعالج بأسرع وقت قبل ما نرجع إلى الاعتصامات وإلى الطرقات هذا موضوع بده مراقبة في مخيم عين الحلوي لبى سكان المخيم دعوة الليجان الشعبية الفلسطينية للإضراب العام رفضا لاستمرار عمليات القتل في مخيم عين الحلوي على خلفية مقتل الشاب سيمون طاها ليلة الاثنين في الشارع الفوقاني للمخيم حيث قام مجهولا بإطلاق النار عليه داخل سيارة أجر يقودها بعنوان لا يمكننا إلغاء الماضي إنما في وسعنا تغيير المستقبل عقد أهالي المخطفين في خلال الحرب الأهلية مؤتمرا صحافيا من خيمة عدصامهم المفتوح مطالبين دولة اللبنانية بتحريك ملف أبنائهم لحفظ حقوقهم وحقوق عائلتهم بيد أن القضية الأهم تبقى قضية 17300 إنسان لا تزال عائلاتهم تنتظر أي خبر عنهم ندعو في الآن عينه الحكومة اللبنانية إلى إلاء هذه القضية الاهتمام الجدي بالبحث عن المفقودين والتعويض عن عائلاتهم والاعتذار منهم ونطالب بتشكيل هيئة للحقيقة والإنصاف كمؤسسة وطنية من أجل معالجة جذرية للمفقودين في لبنان على غرار ما حصر في الكثير من البلدان وأنشهد الأهالي كل من يعرفوا شيئا عن أبنائهم أن يبرد قلبهم بخبر وأكدوا مواصلتهم العمل مع الجمعيات المحلية والدولية لمعرفة مصير أبنائهم وأماكنهم في البانوراما السياسية كتلة المستقبل تدعم مبادرة الحريري بدعم ترشيح فرنجية وتكتل التغيير والإصلاح إلى التصعيد استنكرت كتلة المستقبل النيابية في اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة المواقف المنتهكة للدستور التي صدرت بشكل مبرمج عن مسؤولين في حزب الله والتي تفضح مواقف الحزب الذي يتقصد تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية إن البث المتكرر لأكاذيب وأضاليل متعلقة بوعود مزعومة ولقاءات متخيلة لم تحدث لن تغير شيئا في الحقائق والوقائع والكتلة تعتبر أن مبادرة الرئيس سعد الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية مستمرة وقائمة والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات في سيدة لبنان في حريصة أحيى البطريارك الراعي احتفال يوم الصلاة للعائلات الروحية في لبنان حيث صلى من أجل السلام بين الأفريقاء وحل النزاع السياسي بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وقد أتينا كلنا لنصلي من أجل إحلال السلام في وطننا لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم ولنلتزم بإحلال السلام حيث نحن عملا بقول السيد المسيح طوبة لفعلي السلام فإنهم أبناء الله يدعون في لقاء في بيت الكتائب المركزي لمناسبة مرور ستة عشر عاما على انطلاقة لقاء قرنة شهوان لفت الرئيس أمين لجميل إلى أنه لا يمكننا في هذه المناسبة إلا أن نتذكر شهداء لقاء قرنة شهوان ذاكرا من الشهداء النائب جبران تويني والوزير بيار لجميل والنائب عنطوان غانم وشهداء ثورة الأرز والشهداء الأحياء الذين يحضروا بعضهم هذه الندوة فلنلتك برئيس الجمهورية لكن حذار من الرئيس الاضطرار أو بالفكرار أو بالإزعان فأقضى الرئيس يحول البلد إلى جمهورية مقعدة ودولة منحقة وكيام التابعة والثورات الاسمية أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل أن موقفه من انتخابات رئاسة الجمهورية وسائر القضايا الوطنية غير مرتبط بأي موضوع لأنه يعتبر أن الحفاظ على هذا النظام والعيش المشترك والحفاظ على لبنان يبدأ بالمحافظة على المثاقية وأن الغاء لبنان يبدأ بإلغاء المثاقية والآن ننتقل إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شهين مساء الخير دارين مساء نور جورج مساء نور كمالة وعد الليلة رح نحكي تفاصيل أكتر جورج عن مسرحية قفص مثل ما سبق وعدكم بالنشرة مفصلة عنها وأيضا فيه خبر مؤكد من وسائل الإعلام الأجنبية تم تأكيده منذ دقائق وهو انفصال أنجلينا جولي عن برات بيت من بعد 12 سنة من الزواج والسبب الرئيسي بعود إلى أنه أنجلينا بتطلب من برات بيت كان صلى فترة أن يكون فعلا أب مثل ما لازم للولاد الستي اللي فيه خمسة منهم تبنون للأسف هذا الخبر تم تأكيده منذ دقائق ومنه إشاعة وهلأ منتابع أنا وياك والمشاهدين نشرة الفنية يعني بفتكر بفتكر هلأ صار فيها أنجلينا جولي تهتم أكتر بمشاريع الإنسانية صحيح بس هي أكتر كمان صح بس هي أكتر كمان دورة كأم فعلا يشهد لإله من خلال كل الوسائل اللي بتقول أنه فعلا هي أم موجودة دايما مع ولادة ويمكن هيدا الشي اللي خليها تتركه لبرات بيت لأنه برات بيت ما أنه دايما موجود معه أدى فخلينا نشوف المستقبل شو نخبيلهم نعم مساء الخير البداية الليلة من دمشق مع الفن وبعيدا عن الحروب حيث أحيى الفنان مروان محفوظ حفل الأخير بدار الأوبرا ضمن مهرجين الموسيقى العربية الثالث بالساحة لا أين بالساحة عليها جوز عيون شهد الباحة وأبي يغس العين والفتايني الفاحة بطار من الفاحة لامون العزال والأرايب شافون الخلال والحبايب لامون العزال والأرايب شافون الخلال والحبايب قلت الله يا بل قلبي دايب قالت لي بهواعك بالصراحة ومن الغناء إلى المسرح وتحديدا إلى متر المدينة حيث عم تعرض مسرحية قفص مسا كل أحد وتنين هالمسرحية من كتابة جمانا حديد وإخراج لينا أبيض أما البطولة فهي لرندة كاعدة طارق السويد بالإضافة إلى دارين شمس الدين ميرا صيداوي ديمة الأنصاري ومارسال أبو الشقرة المسرحية كنا خبرناكن عنا بنشر سابقة ووعدكم بتفاصيل أكتر مع كاميرا الجديد خلينا نتابع سوا كل الأدوار اللي فيها شكل بيمشي مع مضمون الناس كتير أثر بالعالم أكتر من الأدوار اللي بالهواء يعني أكتر من السحقية أكتر من العانس لأنه شكل لحق المضمون طبعا النص أثر أكتر في حدا عبطني برا وقال لي أنه أنا مستعدة مستعدة إذا أحبت عمل عملية أخذك فتحكة تقول لها أنا يعني ريس انت صرت على الأدوار بيجيكي ناس أو متسمعوا حدا يقول من بين العالم أنه يا الله يا حرام أنه بليز ما بقى أحد يحكي معا هيك كتير بتتفاجأي بردة فعل الناس وفي ناس كمان بتقولك أنه حمستيني أنه كان بدي أعمل مسح كنتم فكرة أنه الوزن هو عائق أني قدروا استمثيل فأنه شي حلو من بعد أسبوعين مما بلشنا عرض المسرحية عم بيزيد التفاعل معه لأنه عم بيحسوا العالم أنه عم بتفشلهم خلقهم كل واحدة من هالخمش شخصيات حتى لو ما كانت عم بتكون عم تمثل الحالة طبعا الإنساني أو الإنسانية اللي موجود بقلب المسرح عم بتحس العالم أنه عم بتقول شي هي ما أنا قدر أتقوله بس بتفكره يعني عم بيصير فيه مثل مثل عم ينتشر الخبر إذا بدك أنا أول مرة بيشتغل على مسرحية وبالنسبة لموضوع الجرأة ما بيستخدمها أنا هايدي صفة من صفاتي وما بعتبرها حتى يعني أنا ما بسميها جرأة أنا بسميها حقيقة أنا بحب الإشياء تكون بالقول والفعل مثل الإشياء اللي بالفكر بكره هالإزدواجية اللي موجودة عنا بالمجتمع اللبناني عندي كناس كتير بيقولوا إشياء غير ما بيفكروا فأنا بحب هايدي الشفافية وبدافع عن الإعداد والشغل اللي اشتغلته لينا كمانا إخراجيا أخذ المسرحية بعد لمحل أقوى وأوقح إذا بدك وقحة طبعا هذا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر للليلة بعد الإعلان روكوز يتمدد والعهد على أرض البحرين الجمعية العمومية للأمم المتحدة تنطلق في دورتها العادية الحادية والسبعين وأبرز المواضيع التي شملتها الكلمات الأزمة السورية وأزمة اللاجئين انطلقت أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة وطغى على جدول أعمالها الأزمة السورية وقد افتتح الأمين العام للمنظمة بن كيمون الجمعية بموقف طالب فيه بوقف القتال في سوريا وبدء المحادثات وشن هجوما على النظام السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة على حد سواء إن المتطرفين يخيرون الناس بيننا وبينهم النظام السوري يرتكب الفضاعات بحق شعبه ويجب أن لا يقف مستقبل سوريا على رجل واحد هناك قادة يتمسكون بالسلطة بطرق ملتوية غير ديمقراطية وهناك رعاة أقوية يغذون آلة الحرب في سوريا وإيديهم ملطخة بالدماء الرئيس الأمريكي باراك أوباما فتح خطبه بالقول إنه الأخير من على منصة المنظمة الدولية قبل انتهاء مدة ولايته الرئاسية وبعد عرض للإنجازات التي تحققت في عهده ومنها حل أزمة الملف النووي الإيراني بطرق دبلوماسية وإعدة العلاقات مع كوبا تطرق الرئيس الأمريكي إلى الصراع العربي الإسرائيلي من المؤكد أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيكونون أفضل حالا إذا رفض الفلسطينيون التحريض واعترفوا بشرية إسرائيل وإذا أدركت إسرائيل أنه لا يمكنها احتلاله واستيطان أراضي فلسطينية إلى الأبد الأمير القطري شيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني طالب الأمم المتحدة بالعمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانسحاب من الجولان وتحدث عن الأزمة السورية والحرب الدائرة فيها مشيرا إلى تقصير الأمم المتحدة في معالجة مسألة النازحين وحصار المدن والبلدات وعمليات التطهير العرقي التي تؤدي إلى كرثة إنسانية صحيح أنه دخلت الساحة السورية قوة متطرفة عنيفة لا علاقة لها بأهداف الثورة السورية وترفض أن ترفع علمها وحاربت الثوار أكثر مما حاربت النظام وحصلت تجاوزات كثيرة ولكن لا يمكن فهم هذه الظواهر التي أسائلت الثورة بدون سياسة القمع الهمجي التي يتبعها النظام السوري وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنين من الأسلحة الكيموية والقصف بالبراميل المتفجرة وسياسة التعذيب وعن أزمة النازحين كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز قد أشار أمام قمة اللجوء والهجرة في الأمم المتحدة إلى أن بلاده أصبحت الدولة الثالثة عالميا من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية وأن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في العقود الأربعة الماضية بلغت نحو 139 مليار دولار أمريكي منذ اندلاع الأزمة في سوريا كانت المملكة في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتخفيف معاناته الإنسانية حيث استقبلت ما يقارب من المليونين والنصف مليون مواطن سوري حرصت على عدم التعامل معهم كلاجعين أو وضعهم في معسكرات لجوء حفاظا على كرامتهم وسلمتهم ومنحتهم حرية الحركة التامعة ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة وهم مئات الآلاف الإقامة النظامية وسمحت لهم بالدخول للسوق العمل والحصول على الرعاية الصحية المجانية أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وفي كلمته أمام الجمعية العمومية فقد أطلق منشادات عدة منها تطبيق الاتفاق المقع في فرنسا العام الماضي والمتعلق بالمناخ وتنمية الدول الإفريقية وفي الشأن السوري قال هولاند إن المأساة السورية عار على العالم ما لم يوضع لها حل أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد كشف الرئيس الفرنسي أنه يهدف إلى عقد مؤتمر في خلال هذا العام حول فلسطين وإسرائيل كما دعا إلى دعم حكومة السراج في ليبيا الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية وهو الإسم الرسمي بلد نظام ملكي دستوري مع حكومة تمثيلية الملك يمارس سلطته التنفيذية من خلال مجلس الوزراء المسؤول في الوقت نفسه أمام مجلسي النواب المنتخب والأعيان الذي يعين أعضاءه الملك وهما يشكلان معا السلطة التشريعية تشهد البلاد اليوم انتخابات تشريعية تجرى في ظل ظروف أمنية صعبة فرضتها أزمة المنطقة المحيطة تواجه الناخبون في الأردن منذ الصباح إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى بعد تعديلات أقرها البرلمان الأردني على قانون الانتخاب الجديد ويشارك في هذه الانتخابات المعارضة الإسلامية بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013 ويظهر الصراع بين السلطة والتحالف الوطني للإصلاح الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي وتيار الدولة المدنية الذي يبرز للمرأة الأولى بقوة هذا اليوم يعد دليل ناصع على الرؤى الثاقبة لجلالة الملك في ضرورة السير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الأردن وأنه لا يوجد شيء يمنعنا من الاستمرار وبناء وطننا وكشف مراقبون للعملية الانتخابية في الأردن أن نسبة الإقبال على صندوق الاقتراع لم تتجاوز 25% من إجمال عدد المنتخبين الذي يصل إلى 4 ملايين فيما أعلن الإسلاميون أن خروقا عديدة حصلت كما سحب المليونير أمجد مسلماني أغنى رجل أعمال أردني يشارك في الانتخابات البرلمانية صورة المسجد الأقصى في الساعات الأخيرة من إعلاناته الدعائية ما أثار جدلا واسعا لسيما أن الصورة كانت شعار قائمته التي أطلق عليها اسم القدس العميد شامل روكوز يثور من ميشيغن على المحاصصة والمحسوبيات ويطالب بقانون انتخابي عصري قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكوز طالب بثورة مخملية تعيد لبنان القوي مضيفا في خلال لقائه الجالية اللبنانية في ميشيغن الأمريكية إن الخلافات التي نعيشها في لبنان لا تشبهنا لأنها قائمة على المحاصصة والمحسوبيات ولفت إلى أن من يريد الحوار يجب أن لا ترتكز نقاط حواره على خلفيات طائفية وحزبية وكيدية وإنما على مصلحة كل اللبنانيين من دون تفرقة سبب الزيارة هي زيارة مش بس لميشيغن زيارة لست مدن أمريكية هي ميشيغن وبوستن وموريال بكندا وواشنطن هيوستن ولوس أنجلي سبب الزيارة أنه لبنانيين بالانتشار عندهم طاعت مهمة كتير وعندهم حنين كتير كبير للبلد بقى الشي طبيعي أنه أجي زورهم شوفهم أتعرف عليهم شوفهمهم أدراتهم شوف شوف أمكانيات نتعطى معهم ونتواصل لمصلحة وارتباطهم أكثر بالبلد باللبنان وشوفهم يساعدوا باللبنان مؤسسات وجمعيات يخلوا لبنان أكثر وأكثر عيش مع انتشاره ومع اللبنانية خارج البلد روكوز رأى أن الاختلافات السياسية هي جزء من الديمقراطية لأنها عندما تتحول إلى خلاف تصبح نوعا من الدكتاتورية داعيا اللبنانيين إلى عدم التفريط في أصواتهم في الانتخابات ومشددا على ضرورة وضع قانون انتخابي عصري ومتطور غادرت أستفينتان النسائتان أمل وزيتونة من أبرشلونة الإسباني نحو غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وقد أطلقت هذه المبادرة أطلقت هذه المبادرة منظمات دولية تنضوي تحت لواء تحالف أصول الحرية وأعلنت المتحدثة الإعلامية باسم الحملة سندس فروانا أن الحملة سلمية تهدف إلى فك الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي عن غزة موضحة أن الأمل والزيتونة تقلاني 30 ناشطة من دول مختلفة منحت بعضهن جائزة نوبل للسلام تحولت الفساتين في العرض الذي أقيم ضمن أسبوع الأزياء في لندن إلى أشكال من الفاكهة فاختارت مصممة الأزياء شارلوت ديلال تشكيلتها المستوحات من كوبا كابانا لعلامة شارلوت أولمبيا لربيع 2017 وعنوانها الفواكه فارتدت عارضاتها فواكه الألاناس والتفاح والموز والفراز والبطيخ والعنب لتؤكد المصممة فكرة العرض الاستوائية العهد نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي تقرير إبراهيم وحبي سيكون العهد غدا على موعد مع مواجهة مهمة قد تضعه في نصف نهاء كأس الاتحاد الأسيوي حين يواجه المحرق البحريني في إياب الدور ربع النهائي ويكفي العهد الفائد ذهابا بهدف للا شيء في لبنان التعادل ليضمن التأهل نحن تعادل بكفينا وفينا نجيب قول هونيك إذا سجلنا هدف إن شاء الله بصير بدون تلات أهدف بصير صعب عليهم ونحن قادرين نسجل وقادرين نلعب مبارات كبيرة عم ألعبهم فيك تقول فرطنا بالتأهل مبارح من هون كنا قادرين نحن خاصة بالتاني شوت أنه ننهي المبارات هون أنه الفريق انطرد له واحد كان عنا أغلبية لألنا كانت سيطرة لألنا بس أدائنا بالمبارات يعني اللي طلعنا منه أنه ما أكلنا هدف وسجلنا هدف هذا أهم شي طلعنا منه بالمبارات باقي المبارات كل السيطرة لنادل عهد مثل ما شفته نحترم منافسنا فريق أوي والفوز واحد سفر مهم بالنسبة لنا نتيجة إيجابية خاصة أن المحرق ما سجل خارج أرضه الفرصة تبدو سانحة للفريق اللبناني الذي يعج بالنجوم على الرغم من صعوبة المهمة كون الفريق البحراني يمتلك مجموعة متجانسة فضلا عن أنه يحمل اللقب في نسخة سابقة إبراهيم وهبي قناة الجديد والآن إلى فقرة ترانس مع الزميلة سارات مساء الخير سارات مساء الخير جوج اليوم شو عنا بترانس في شي من الهند ما هيك عنا خبر من الهند استعادت بجوجل ومايكروسوفت وياهو لحتى يمنعوا الاعلانات يلي بتزيع عن الآلات يلي بتكشف جنس المولود لأنه في نسبة ذكور عالية جدا بالهند فممنوع على الحكمة والأطباء حتى أنهم يخبروا الأهل شو الجنس مولودا أحسن ما يكون في حالات إجهاد للفتيات البنية شو رأيك؟ يعني صار هلأ عدد الذكور بالهند يفوق بأضعاف عدد الإناث 100% عدد كتير كبير يعني لازم يسمحوا بتعدد الأزواج بهالحالة فكرة مهمة جورج فكرة مهمة مفروض يزيدوا عندهم مقر من الحكومة نعم نشوف بقية التفاصيل عن هالخبر وأخبار أخرى تابعوها معنا مساء الخير انتشر مقطع فيديو لنجمة جاسي جراف هي وعم تتشقلب بالهواء ومرتدية كعب عالي وفستان خلال حفل جوائز الأميز هالمقطعي اللي نشرته جاسي على حسابها على الإنستغرام تم تدوله بشكل كبير وهو تلبية لطلب أشخاص كينو تحدوها إذا بتقدر تتشقلب مع الكعب وبالفعل قدرت تبهر الجميع بحركته كما انتشر صور فستان الممثل لكريستنبل يلي أبهر الحضور والصحافة خلال حفل الجوائز نفسه كونه أجمل فستان حسب ما ذكرت مواقع على السوشيال ميديا وهو من تصميم المصمم اللذناني زهير مراد ولايك لادرس بسبب تفضيل الحصول على موليد ذكور في الهند أصبحت الهند من أكتر البلدين بتعاني عدم تويزن بين عدد الذكور على الإناث وبحسب الأمم المتحدة فأن الذكور بيتفوقوا على الإناث بفارق 43 مليون وبرغم منع الحكومة الهندية لاستخدام صور الأشعة وعمليات الإجهاد يلي عم بيصيروا بناء على جنس المولود فأنه هالفارق بعده عم يتوسع لهالشي استلمت وزارة الصحة الهندية تعهد من كل من مايكروسوفت ياهو و جوجل لتخفيف وتقليل عدد الإعلانات يلي بتروج لمعرفة جنس المولود وهالخطوة بتجي للحد من التأثير الكبير لأعلانات السوشيال ميديا بالهند أعلنت عرض الأزياء ميريا ميكلينك من خلال الفيسبوك عن تطبيق جديد بيحمل اسم كيو أم كاي وطلبت من متابعينا يحملوا هالتطبيق على هواتفهم للحصول على آخر وأحدث مقاطع صوتية وفيديوهات حصرية من ميريا ميكلينك فلكل المهتمين لازم يسارعوا هلأ لا ينزلوا التطبيق قبل ما يصير بمصاري حسب ما أعلنت ميريا لأنه مش ميما كان بيستحق يعرف أخبار وصور ميريا يلي ما بتقطع حسب تعبيرها على السوشيال ميديا انتشر فيديو لمذيعة الأخبار بالبي بي سي وهي على الهوى مباشرة وبيظهر وراها دبور عملاق هالفيديو يلي نشره معد برنامج ريبورتينج سكوتلند على تويتر لأضجع السوشيال ميديا مع تعليقات طريفة أن البي بي سي عم تتعرض لغزو من قبل الدبابير مشاهدين نحن وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا صفحة ترانز على الفيسبوك صفحتي أنا على الفيسبوك تويتر إنستاجرام وسناب شات وأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترانز حتى نقدر نتبع أخبار كنوان أولى بنشرات لاحقة تصبح على خير كان في النشرة الإدعاء على ميشيل جابريال المر بالسجن ورد المال العام جوزت مرحلة التحقيقات إلى مرحلة إصدار الأحكام كتلة المستقبل تتمسك بفرنجية مبادرة الرئيس سعد الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية مستمرة بعد سعودي أو جي صرخ حراس قريتن انتخابات الأردن الدولة والإخوان هذا اليوم يعد دليل ناصع سوريا قصف الهدنة معركة في حرب فن الخبر كان لدمشق مروان محفوظ يخرق جدار الحرب وتابعنا في ترانس شألة بيت جيسي وضيف البي بي سي لمزيد المال الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تيفي على الفيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز إلى اللقاء في الحادية عشرة ونصف اشتركوا في القناة